وأكد الرئيس السيسي ضرورة تغيير ثقافة البناء غير المخططة في مصر وتجوزها مشيرا إلى حجم الإشغال غير المستغل على الطريق الدائري وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن الدولة لن تترك مكانا في مصر به طلب على السكن وأشار إلى أن مبادرات الإسكان الاجتماعي تلبي جميع طلبات الإسكان بمختلف فئاتها طيب يا جماعة لو أنت معك قرشين بتبني خمس ست دوار مش هتسكنوا أو هتسكن منهم دوار والباقي لأ ليه يعني فهمنا يا دكتور مصطفى المبلغ ده لو أنت حطته في البنك ده هيوفر لك عائد مناسب أنت بتبني على الأرض الزراعية بتبني على أرض حتى مش بتاعتك لكن اللي بتبني عليه ده مش هيجيب لك حاجة مش هيجيب لك حاجة وأنا بقول لكم كده لأن يبدو أن دي ثقافة عندنا حتى في الريف تبصت لك أنت بتبني دور ودورين وهو مش يمكن مش محتاجه دلوقتي محتاجه كمان عشر خمس عشر سنة إن كان هيحتاجه لأبناء إحنا لازم نتجاوز الحتة ديت النقطة دي كمواطنين كشعب مش ممكن أبدا بقول لكم يعني حجم المساكن اللي بشوفها أنا على الداري ما أنا بقمص برضو حد يقول لي لا أنت مش أخذ بالك أقول لك ده ما فيش شباك ده يا دكتور مصطفى ده ما فيش شباك راكب يعني حتقول لي أن هي سكنة ده ما فيش شباك راكب يعني يعني ده ما فيش شباك راكب يعني